اهلا 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 بحضاء لازم بالمناسبة يعني لا نكتفي فقط بمسألة تهنئة المغرب وتشجيع المغرب وتمنياتنا ليهم قلبيا وبمنتهى الاخلاص انه يا سلام سلم لو جابوا البطولة كمان ابا فرحان قوي بس بجد مش هزار هذه الحياة المغربية لازم تدرس وتدرس بمنتهى العناية ازاي منتخب عربي قدر يوصل لهذه المرحلة التاريخية مع كل التمنيات والامل الكبير في انهم يوصلوا للتصفات النهائية ويا سلام لما ياخدوا البطولة طبعا لازم هنا تحط او تفتح قصين كده تقعد تتكلم عنهم شوية على عقدة الخواجة التي اصابت العرب بسبب الاستعمار والامبريالية وده بجد ومش كلام في السياسة ده كلام في الواقع المستعمر الابيض نجح للأسف الشديد على مدار عقود من استغلاله واحتلاله لاراضينا ونهب ثرواتنا بشرية كانت او موارد طبعية في انه يكرس جوانا مفهوم ان احنا لا نستطيع غير قادرين مهما عملنا لازم نلجأ للخواجة لازم نلجأ للاجنبي لازم نذهب شمالا الى الاوروبيين علشان ينقذونا من اللي احنا فيه او حتى نذهب غربا الى الامريكان برضو عشان ينقذونا من اللي احنا فيه مع انه عمليا انت اللي سابق عليهم في الحضارة وانت اللي سابق في العلم وانت 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 هتيجي تقولي هنعود نتفخر بمجد السابقين هقولك وليه ما نعملش مجد اللحقين الحاضرين واللحقين ليه يعني ايه اللي نقصنا مفيش اي حاجة نقصانا على الاطلاق اديك شفت المغرب زي زي كل الدول العربية ظروف زي كل ظروف الدول العربية برضو بالمناسبة مجتمع عربي زي كل المجتمعات العربية انا دايما بقى اظن الاتي وجود مدير فني مغربي هو مفتاح السر الريكراكي وليد الريكراكي وجود مدير فني وطني هنا بقى لو بتاخد الحالة وتحطها على كل العرب وجود مدير فني وطني هو السر هو المفتاح هو الاساس مسألة انه بقى احنا مثلا معتمدين على لعيب او اتنين او تلاتة فمثلا نقول ايه والله صلاح والنيني وتريزيجي وبقيت الفريق هو بقيت الفريق شطار نجوم بس السؤال فين المدير الفني انا تاني هقولها بدل المرة الف مدير فني مصري 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 لحد السنة الجاء لحد ما ييجي مدير فني مصري هو السر زي ما يبقى فيه مدير فني سعودي ومدير فني اماراتي ومدير فني مغربي وجزائري وتونسي وليبي وكذا ده جانب من احتفالات اخواتنا العرب بشكل كامل خد بالك مش بس المغربة بفوز المنتخب المغربي دي حاجة بانتلازينة جدا طب بص على الحارس المرمى المغربي هديك تقولي بس اصله هو محترف يا عمي هو هو محترف ده نموذج للحارس الامين حارس البوابة الذي لا تغمض له عين طول المطش قاعد مركز عينه على الكورة عينه على رجلين اللعيبة رايحة وجاية مين بيتحرك فين ازاي هصد الكورة دي يعني هصدها حالة يعني بونو ده حالة ده بالزبط كده يستحق لقب الحارس الامين يبقى بين بونو المدير الفني النجم وليد الركراكي وحط بقى اسم المنتخب كله معديش اي ازمة هرجعك اما انا الاوان لدراسة اسباب ناجح وتفوق ما شاء الله وتتشود والله اكبر المنتخب المغربي بانه يوصل لهذه المرحلة التاريخية في تاريخنا كمنتخبات عربية محدش عارف حق هذا الانجاز حتى هذه اللحظة انا عايزه يكمل